بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وابارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب شرح الدروس المهمة لعامة الأمة تأليف الشيخ عبدالعزي بن عبدالله بن بازر رحيمه الله تعالى شرح الشيخ آيثم بن محمد سرحان يقراه عليكم عمر البساطي المجلس السابع رابعا الحج الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو واجب بشرط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة وتزيد المرأة وجود محرم إن احتاجت إلى السفر للحج وأركان الحج أربعة الإحرام وهو نية الدخول في النسك وهو غير التلبية وغير لبس الإزار والرداء والوقوف بعرفة ويكون من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم العيد قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وطواف الإفاظة أو طواف الزيارة ويكون بعد الوقوف بعرفة وهو غير طواف القدوم والسعي بين الصفا والمروة قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله أنواع النسك الإفراد وهو أن ينوي الحج فقط ويأتي بأفعاله مفردة والقران وهو أن ينوي الحج والعمرة معا بأفعال مفردة وعليه هديه والتمتع وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويتمها ويتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه وعليه هديه واجبات الحج من ترك واجبا من هذه الواجبات واجب عليه جبره بدم وهي شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقراء مكة ولا يجوز له الأكل منها وهي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارة والمبيت بمزدلفة والمبيت بميناء ليالي أيام التشريق ورمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الوداعي لغير الحائض والنفساء لمن أراد مغادرة مكة ولو بعد أشهر الحج مواقيت الحج والعمرة مواقيت زمانية وهي أشهر الحج شوان وذو القعدة وذو الحجة والمواقيت الزمانية للحج خاصة أما العمرة فليس لها زمن معين ومواقيت مكانية وهي ذو الحليفة للمدينة ومن مر عليها والجحفة للشام ومصر والمغرب وقرن المنازل لنجد ويلملم لليمن وذات عرق للعراق مستحبات الحج الاغتسال للإحرام والتطيب ولبس إزار ورداء أبيضين للرجال وتقليم الأظافر وأخذ الشعر الذي يلزم أخذه قبل عقد نية الإحرام والتلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة وطواف القدوم للمفرد والقارن والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع والرمل هو الإسراع في المشي والاضطباع في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع وهو أن يكشف كتفه الأيمن وتقديم الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة حال وصوله إليها والمبيت بمنا ليلة عرفة وتقبيل الحجر الأسود والوقوف في مزدلفة عند المشعر الحرام من الفجر إلى قبيل الشروق ومزدلفة كلها موقف محظورات الإحرام وهي تسعة حلق الشعر من الرأس والجسد وتقليم الأظافر وتغطية الرأس بملاصق للذكر ولبس المخيط للذكر وهو ما فصل على الجسد أو أحد الأعضاء ولبس النقاب والقفازين للمرأة والطيب ومثله الصابون المعطر وقتل صيد البر واستياده وعقد النكاح لنفسه أو لغيره والجماع والمباشرة دون الفرج من فعل شيئا من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه إلا من قتل الصيد فعليه الفدية مطلقا أما العمد فتنقسم المحظورات فيه أربعة أقسام واحد ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح سواء كان لنفسه أو لغيره وكذا المباشرة دون الفرج إذا لم يصاحبها إنزال فلا كفارة فيها وعليه التوبة الثاني ما فديته مثله وهو قتل صيد البر واستياده ومن قتله كان عليه الفدية مطلقا وهي جزاء من النعم يحكم به ذوى عدل والثالث ما فديته مغلظة وهو الجماع أما من جامع قبل التحل للأول فقد أفسد حجه ويمضي فيه فاسدا وعليه أعادته ويجب عليه بدنه والرابع ما فديته فدية أذى وهو باقي المحظورات وفديتها على التخيير إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شات توزع على فقراء الحرم أسماء أيام الحج يوم التروية وهو اليوم الثامن كانوا ينقلون الماء فيه إلى منا ويوم عرفة أو الوقفة وهو اليوم التاسع ويوم العيد ويوم النحر هو اليوم العاشر ويوم القر هو اليوم الحادي عشر ويوم النفر الأول هو اليوم الثاني عشر ويوم النفر الثاني هو اليوم الثالث عشر وليلة جمع هي ليلة العيد سميت بذلك لاجتماع الناس فيها بعد الوقوف بعرفة لأن أهل مكة في الجاهلية كانوا لا يخرجون إلى عرفة مواطن الدعاء في الحج خمسة في عرفة بعد الزوال يوم التاسع إلى الغروب وفي مزدلفة بعد فجر يوم التاسع حتى الإسفار وبعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى أيام التشريق وفي الطواف وفي السعي على الصفى والمروة وبينهما صفة العمرة والحج قال الشيخ محمد بن صالح لثيمين رحمه الله وإذا وصلتم الميقات فاغتسلوا وتطيبوا في أبدانكم في الرأس واللحية ثم أحرموا بالعمرة متمتعين وسيروا إلى مكة ملبين فإذا بلغتموا البيت الحرام فطوفوا سبعة أشواط طواف العمرة واعلموا أن جميع المسجد مكان للطواف القريب من الكعبة والبعيد لكن القرب منها أفضل إذا لم تتأذى بالزحام فإذا كان زحام فأبعد عنه والأمر واسع ولله الحمد فإذا فرغتم من الطواف فصلوا ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام إما قريبا منه إن تيسر وإلا فلو بعيدا المهم أن يكون المقام بينك وبين الكعبة ثم خرجوا لسعي العمرة وابدأوا بالصفاء فإذا أكملتم الأشواط السبعة فقصروا من رؤوسكم من جميع الرأس ولا يجزئ التقصير من جانب واحد لا تغتروا بفعل الكثير من الناس فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة فاغتسلوا وتطيبوا وأحرموا بالحج من مكان نزولكم واخرجوا إلى ميناء وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر قصرا من غير جمع لأن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يقصر بمنا وفي مكة ولا يجمع فإذا طلعت الشمس يوم عرفة فسيروا ملبين خاشعين لله إلى عرفة واجمعوا فيها بين الظهر والعصر جمع تقديم على ركعتين ثم تفرغوا للدعاء والابتهال إلى الله واحرصوا أن تكونوا على طهارة واستقبلوا القبلة ولو كان الجبل خلفكم لأن المسروع استقبال القبلة وانتبهوا جيدا لحدود عرفة وعلاماتها فإن كثيرا من الحجاج يقفون دونها ومن لم يقف بعرفة فلا حج له لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وكل عرفة موقف شرقيها وغربيها وجنوبيها وشماليها إلا بطن الوادي وادي عرنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف فإذا غربت الشمس وتحققتم غروبها فادفعوا إلى مزدلفة ملبين خاشعين ولزموا السكينة ما أمكنكم كما أمركم بذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم فلقد دفع من عرفة وقد شنق لناقته الزمام حتى إن رأسها ليصيب مور كرحله وهو يقول بيده الكريمة أيها الناس السكينة السكينة فإذا وصلتم مزدلفة فصلوا بها المغرب والعشاء ثم بيتوا بها إلى الفجر ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد في الدفع من مزدلفة قبل الفجر إلا للضعفة رخص لهم أن يدفعوا في آخر الليل فإذا صليتم الفجر فاتجهوا إلى القبلة وكبروا الله واحمدوه وادعوه حتى تسفروا جدا ثم سيروا قبل طلوع الشمس إلى منا ثم القطو سبع حصيات واذهبوا إلى جمرة العقبة وهي الأخيرة التي تلي مكة وارموها بعد طلوع الشمس بسبع تكبرون الله مع كل حصات خاضعين له معظمين وعلموا أن المقصود من الرمي تعظيم الله وإقامة ذكره ويجب أن تقع الحصات في الحوض وليس بشرط أن تضرب العمود فإذا فرغتم من رمي الجمرة فاذبحوا الهدي ولا يجزئوا في الهدي إلا ما يجزئوا في الأضحية ولا بأس أن توكل شخصا يذبح لك ثم اهلقوا بعد الذبح رؤوسكم ويجب حلق جميع الرأس ولا يجوز حلق بعضه دون بعض المرأة تقصر من أطراف رأسها بقدر أنملة وبعد ذلك حللتم التحلل الأول فالبسوا وقصوا أظفاركم وتطيبوا ولا تأتوا النساء ثم انزلوا قبل صلاة الظهر إلى مكة وطوفوا للحج واسعوا ثم ارجعوا إلى منا وبالطواف والسعي مع الرمي والحلق حللتم التحلل الثاني وجاز لكم كل شيء حتى النساء أيها الناس إن الحاج يفعل يوم العيد أربعة أنساك رمي الجمرة ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي وهذا هو الترتيب الأكمل ولكن لو قدمتم بعضها على بعض فحلقتم قبل الذبح مثلا فلا حرج ولو أخرتم الطواف والسعي حتى تنزلوا من منا فلا حرج ولو أخرتم الذبح وذبحتم في مكة في اليوم الثالث عشر فلا حرج لا سيما مع الحاجة والمصلحة وبيت ليلة الحادي عشر بمنا فإذا زالت الشمس فرم الجمرات الثلاثة مبتدئين بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة كل واحدة بسبع حصيات تكبرون مع كل حصات ووقت الرمي في يوم العيد للقادر من طلوع الشمس وللضعيف من آخر الليل وآخره إلى غروب الشمس ووقته فيما بعد العيد من الزوال إلى غروب الشمس ولا يجوز قبل الزوال ويجوز الرمي في الليل إذا كان الزحام شديدا في النهار ومن كان لا يستطيع الرمي بنفسه لصغار أو كبر أو مرض فله أن يوكل من يرمي عنه ولا بأس أن يرمي الوكيل عن نفسه وعن من وكله في مقام واحد لكن يبدأ بالرمي لنفسه فإذا رميتم اليوم الثاني عشر فقد انتهى الحج وأنتم بالخيار إن شئتم تعجلتم ونزلتم وإن شئتم فبيتوا ليلة الثالث عشر وارموا الجمار الثلاث بعد الزوال وهذا أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أردتم الخروج من مكة فطوفوا للوداع والحائض والنفساء لاوداع عليهما ولا يشرع لهم المجيء إلى باب المسجد والوقوف عنده وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اشتركوا في القناة في القناة في القناة اشتركوا في القناة